في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية كان وزير الخارجية السعودي عدل الجبير أن نظام القطري يعيش حالة من النكران لأزمته مشددا على أن الأزمة صغيرة جدا والسعودية وحلفائه لديهم مشاكل أكبر يتعملون معها وشر الجبير إلى أن لا تسوية أو تنازل عن أي من مطالب الدول لدعية لمكافحة الإرهاب التي يتفق معها جميع دول العالم أعتقد أن القطرين يكون في دنائل ويجب أن يتواجد من دنائل إلى إنترسبيل لكي يمكن أن تحصل على الأشياء هذا ليس كريسا القطر المساعدة هي جدا لدينا مقابلة للتراريز والاسترميز وإراناً مقابلة للإرانية تساعد الإراء سيريا لبنان يمن تعمل على لبيا هذه هي جدا القطر المساعدة القطر المساعدة هي جدا ما لديهم حتى نحن ذلك أحد قطر المساعدة تستطيع أن نبيات أربع المساعدة تركها لساعدة جدا لساعدة سنة خطر المساعدة تركها تركها أقنقوا لتعذت أظن مقابلة تحرم يتعذون هذه تحرم لديهم شعب ثاني لديهم يعجم المجال لقد استعماله برحز اقوط لها من الغابق هناك احزانينا نجمع المنزل على المساعدة ويكيف تحرق الإيام وحتى المنزل على الشركات ويجعل سوف يفرق أحضار فهم يأخذ كل هذه الطريقة التي أحدثت. يستطيعون طريقة حينها. لكنهم لا يمكنهم إعادة المشكلة إلا أن يكونوا أنهم لديهم. إنه ليس بل تحرير عملية. عندما يتحدث عن تررسل والاسترميز وأن تحرير عملية المشكلة يمكنك أن يكون هناك حرارة. هذه المساعدة هي المساعدة من قليلية. الحزيره, على أفضل، لديها المساعدة التي تجعلها ردقاءات للحصول على تحرير مصرحات التحرير هذا يؤثر على نورنا. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب السعودي عبدالله العالمي مساء الخير أستاذ عبدالله وزير الخارجية السعودي أكد أن نظام الدوحة يعيش حالا من النكران لأزمته مشددا مرة أخرى على أن لا تنازل عن مطالب الدول الأربع ما هو تعليقك بهذا الخصوص بساء النور وشكرا على الاستغافة طبعا سيد عدل جبير يعني يكرر ما قاله في سبتمبر في 2017 نفس العملية أن إيران لا ترخ للقرارات الدولية لدينا هنا مشكلة عويصة مع إيران التي تزازع الاستقرار تزازع الاستقرار في المنطقة من خلال الهجمات الإرهابية لحزب الله لدينا أيضا لدينا أيضا الاتفاق النووي الإيراني الذي يشكل تهديد للمنطقة أنا أتذكر يعني صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة قال في نوفمبر في 2017 خلال مجلس الوزراء قال أن الدوحة أثبتت اليوم أنها لا تحترم الموافق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون فكل الدلائل تشير إلى أن الأمر لا يتجه إلى التهدئة بل أنه يتجه إلى المصيد وهذا صراحة مؤسف جدا لأن كنا نتوقع من إيران أن تلتزم بقرارات الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن ولكن للأسف لا يبدو أن هذا سيحدث قريبا نعم ساذ عبدالله نظام القطري يدعي بأنه ليس لديه مشكلة إذن بماذا تفسر الخطوات التي اتخذ النظام لإصلاح وضاعه والإقرار بمطالب الدول الأربع والتي أكدها وزير الخارجية السعودي نعم إيران على فكرة في معضلة الآن اقتصادية يعني هي تحاول أن تغطي بهذه التصريحات تحاول أن تغطي على مشكلتها الاقتصادية بكوني اقتصادي أتابع بورصة قطر بورصة قطر إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي 2017 قد تده ورد بحوالي 21 دي ساذ عبدالله عفوا أنا أقصد حالة الإنكار الذي يواجه النظام القطري نعم عفوا أنا أريد أن أذهب من البغض الانتصادي إلى حالة الإنكار وهذا أيضا ما قاله سيد عدل جبير أن هذه عملية الإنكار وكأن شيئا لم يكن لا بالعكس هناك أمور أخرى تحدث هناك أمور أخرى قد وعدت بها هذه الدولة ولكنها للأسف لم تلبيها وعدت مجلس تعاون خليجي وعدت جامعة الدول العربية هذا التلون والاستمرار في التلون والتدخل في شؤون الداخلية للدول هذا كله تنكره هذا غريب جدا والتصرف لا يليق بدولة بكل أمانة نعم الكاتب السعودي عبدالله العالمي شكرا جزيلا لك موسيقى ظل ظل شكرا